طيب يتقال برضو الاهلي الراجل بتاع الشيم ده قالك الاهلي هرب كارترون يعني كارترون ده وحش والاهلي لعب في دماغه ومشاه انت ليه روح تجيبتي الوحش تاني ولا الاهلي اللي جابه تاني برضو ده سؤال بس اللي يخلي الاهلي يعطل طيارة بايروميونغ في ألمانيا ويتدخل مع السلطات الألمانية لأنه كانت مشكلة مع السلطات الألمانية وقتها يخلي الاهلي يعمل كل حاجة حتى وإن كان كارترون الفرنساوي عمل امبالح تصرحات لموقع الرسمي لنادي الزمالك من ضمن الحاجات اللي بيعرضها عن أزمة الدور الحالي والشكل المضغوط قالك ما هو كل ده تعمل عشان الأهل السنة اللي فاتت رفض يلغي الدوري عشان ياخدوا البطولة الراجل ده يعني فعلا ما بيخيبش فيك ظنه وأنا مع المهندس عادلي إنه يوم ما قال لوليد أزارو قطع الفانيلا وإحنا هنا في ملك واكتبها ساعتها ضايع البطولة استغربنا واندهاشنا من التصرف ضايع البطولة وانتقدنا انتقدنا وقلنا لأ لو سبت ده فعلا يبدا فعلا لازم يمشي غير رياضي ولازم يمشي لأنه كهرب الجو كله حرد الاتحاد الأفريقي وسخن الأجواء بدون أي مبرر وكانت النتيجة اللي حصلت في العودة من كل الظروف اللي انتو شفتوها الرجل ده لما يعمل حوار أو يقول تصرحات لموقع نادي الزمالك فيقول إنه سبب أزمة الدور الحالية والجدول المضغوط ده إنه الأهل بجبروته السنة اللي فاتت رفض يلغي الدوري وصمم إن الدوري يرجع ده تعليقه لكن أنا ما عدتش باستغرب حاجة عن هذه الشخصية خالص بجد ومش هستغرب لو اكتشفنا في يوم أخر شمطته ومشي هو ماشي في سكة دغدغة مشاعر الجماهير لغاية لما هتجعله حاجة هيقفل ويمشي لغاية بتاكل وكويسة وتغطي على بعض الأمور عنده كويس كده لأنه كان موفق جدا في أسبوع إيه ده رخبط بطولتين من المباراة الواحدة فعمل اسم كبير عند الجماهير لكن مع النفس الطويل الدنيا بتختلف معاه فهو بيضطر يلجأ إلى هذه مش هو بس ناس كتير ما احنا قلنا انك انت في الآخر بتكلم مين هل انت عايز تذكر الحقيقة ما الحقيقة مش هتنصفت فاروح في المتاع طب لو الأهلي أصر على استكمال الدوري عشان ياخد البطولة هو غلطان؟ لا مش غلطان أي نادي حيصمم على مصلحته طلب منها شرعية ولكن هو ده اللي حصل عودة الدوري يا جماعة كانت مسئولية مين؟ وعلى لسان مين؟ أظن ما فيش حد زملكاوي من كل الناس دي قد الأستاذ عمر الجنيه والتسريبات اللي صدرت كانت كافية جدا تبايل لكم هو الرجل ده كان بيخدم نديه الزمالك زي هو في اتحاد الكورة باعترافاته والتسهيلات اللي كان بيعملها لما الدوري رجع السنة اللي فاتت قال له أستاذ عمر الجنيني سألوا لكابتن أحمد شوير عن عودة الدوري نقول لك يا خواجة كارترون مين اللي رجع الدوري؟ واضح إنه كان قرار دولة طبعا يعني ما أعلنوا الدكتور أشرف صبحي مع السيدة أسامة هيكل اثنين وزرين ثم رئيس مجلس الوزراء ثم كان في المؤتمر مكتوب بناء على توجهات القيادة السياسية عودة مصابقة الدوري العام تمام هل حد من الأندية رفض عودة الدوري العام قال لك أنا مش هرجع؟ خلينا نتفق إنه هو قرار دولة تمام خلينا نتفق إن أعداتنا حتى مع أندية الدوري الممتاز هي ما كانش تصويت أنا جاي بقرار دولة فأنا وأخذ قرار دولة طب يا جماعة تعالوا الدولة قررت كذا الدولة قالت النشاط الرياضي كله يرجع بينما فيها كرة القادة دليل أعلن كده اتحاد كرة الياد الدولة كانت طرى إن إحنا عايزين نتعامل مع الأمور وكأنه يعني نكون عند قدر مسؤولية بقى ونتعامل على إنه وضع طبيعي وده قرار دولة ونجحت فيه يعني فيه كل مرة تدخلت وجهة نظر استمرار المسابقات وعلى فكرة والسنة اللي قبل اللي فاتت اللي كان زمالك الدوري إياه اللي كان متقدم جدا ما زمالك كان بيقاتل وكانت سنة كاس الأمم وكاس الأمم لدرجة إنه قال كملوا بعد كاس الأمم كمان مش بس خلص قبل كاس الأمم لا أجلوا وكملوا بعد كاس الأمم ولكن إرادة الأهلي استطاعت أن تحقق الفوز أي يا جماعة إذا كنا هنفضل كل شيء نفسره إن دي حاجات تغضب عننا وغيبية إحنا مبسوطين إحنا أصحاب مصلحة في هذا أنا أرى أن المنافس بتاع لو فضلي فكر كده أنا في أمان أنا في أمان لو فض المنطق فزاعة ده ماشي لا خلاص أنا ببرر كل حاجة مية مية يا ابنك خليك فزاعة خليك على كده بقولك أنت أزكى واحد في المدراسة بس الأسابة مش بتحبك ليه بقى عشان أنت مش أنا مش قريب الناظر ومش عارف مين ابنك يجي عنه مذاكر بقى عنه مذاكر بس تفضل طول عمرك وأنت ما بتطلعش الأول نتيجة ظروف خارجة عن قراتك ليس لها علاقة بيك طيب ميسيو كارترون بقى اللي نضم اللي قفلت إن الأهل اللي عمل كل حاجة رد عليه الكابتن أحمد شوبير مبالح كارترون الحقيقة قال الدوري شهد إخامة موسمين في فترة مدتها الحقيقية موسم ونص وبالتالي تم ضغط الموسم الحالي بسبب رفض الأهل لإلغاء الموسم الماضي لرغبته في التتويق باللقب في الوقت الذي كانت ترغب فيه معظم الأندية في إلغاء المسابقة يا ميسيو كارترون دي ما كانتش رغبة الأهل دي كانت أراضي الدولة يا فندم إن الدور العام يكتمل وكان قرار دولة كان قرار بلد يا ميسيو كارترون وأنت حضرتك جاي المراضي شايل سيفك في كل كلمة دلوقتي فيها خبط هنا وهبد هنا ورزع هنا ليه؟ وأنت حضرتك مشيت في السكة دي ليه؟ يعني حضرتك مشي في السكة دي ليه؟ خلينا نفترض إن الزمالك ينكمل في إفراخي كان الست مباريات اللي لعبهم أكتر من الأهل ما كانوش يتلعبوا قالك الزمالك ما خدش النقاط في كل المباريات التفاق فيها على المنافس والأهل كضيواج الفرق ليس لها دوافع في نعاية الدور العام يا ميسيو كارترون الأهل كان لديه سلاس مباريات مؤجلة خسر تمانية بونط من التسعة طب ما الأهل بقى لو كان فاز بدول يا ميسيو كارترون بل كان الدورة شي بنتهى لكن محاولة التشكيك واللعبة على وطر الجمهور ده أمر الحقيقة مش مقبول ما ينفعش على الإطلاق يعني والله كابتن شو بر يعني اللي انت بتقولوه ما فيش واحد عايز عاقل ما بيفكرش فيه انه هو ده الحق طب تخيل بقى كابتن تخيل يا أستاذ إبراهيم تخيلوا جماعة لو النادي القلي كان نخد ها العلمة الكاملة من المطشات دي في الثالث مطشات كان اللي طلب الرباء الدوري مين كارترون كارترون أو فزاع بس اللي قسف الشديد اللي قلي بس أنا عايز عرف حاجة انت اتصلت بالألمان ازاي عشان تعطل الطيارة وإحنا في قطر وإحنا في قطر انت استخبيت كده مش ده من دايقني يا براهيم فزاع عارف ازاي تجسس عليك لا مش عارف ازاي ده محدش غيره في مصر خد باله بسم الله ما شاء الله الاهلي بجبروت وعطر طيارة بارد يونق في بلدها